اهلا بحضراتكم من جديد مع باقي فقراتنا في هذا الصباح وهنكلم دلوقتي عن فقرة مهمة جدا لان على مدار الايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت بصراحة كان الجو مختلف كل شوية يعني ما بين موجة حر موجة برد مش اعصير بس رياح محملة بالاتربة يعني كل ده كان بيتعب بشكل جبير جدا اي حد عنده مشاكل سواء مع الحساسية حساسية الصادر تحديدا او الجيوب الانفية طب الكلام ده على الكبار وايضا على الصغار ويمكن بالنسبة للصغار ان احنا نهتم بصحة الاطفال دي بتعتبر من اهم الاولويات احنا في موسم الربيع حاليا وكمان بتنتشر فيه الاتربة زي ما حضراتكم عارفين بيتغير الطقس وتغيرات الطقس بتعرض الاطفال الى حساسية الصادر عشان كده لازم نخلي بالنا ازاي نتعامل مع هذه الحساسية وازاي نعرفها من بدري ونرقوطها من بدري كل التفاصيل دي هنعرفها مع ضفنا اللي مش عرفنا في الستوديو ولي المناعة اهلا وسلام بحضراتك يا دكتور اهلا وسلام عليكم وصباح الخيرات عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا في العالم كل ربنا يخليها ده ده دلوقتي يا دكتور احنا فعلا دخلين على فصل الربيع وبنتكلم بقى على ريح الخمسين يعني فيه موجة كده من الاتربة الخمسين لحد يونيون بالزبط وطبيعا ان اللي عنده سنة حساسية في الوقت ده بتلاقي ان الدنيا بقت معاها صعبة جدا نعمل ايه وخصوصا مع الاطفال اللي كده كده مع التغيرات الجوية الحساسية بتزيد بيجي اتربة الحساسية بتزيد نعمل ايه يبقى لازم كل واحد فينا يبقى يعترف انه عنده حسي واللي مش عارف لازم يعرف واحد اثنين لازم احنا الناس اللي عندها حسيات يبقى لازم طبعا لازم نعرف انهو تقريبا عشرين في المية من اللي يتابعونا دلوقتي عندهم حسيات انف عشر في المية حسيات صدر حسيات الجلد موجودة ورد نصر مختلفة حسيات طعام في حسيات كتيرة جدا وحتى في حسيات جازة هضمة والناس مش عارفها وحسيات من الالبان وفي حسيات عصبية وفي حسيات جديرة جدا وممكن تكون الحسيات بظهر مثلا حسيات جيوبة انفية وقال لك انا ما عنديش جيوبة انفية ولا عندي حسيات انف أصلا طب بتعطس يقول لك لأ طب تهرش من خيارك يقول لك لأ بتنقط لأ بتسرسب من وراء لأ طيب إيه اللي تحت عينك اللي احنا شايفينه اللغامي ده والخط ده يقول لك آه مش واخد بالي أو يقول لك بيجي نصداع لأ ثانية واحدة هو الغبان اللي تحت العين ممكن يكون بسبب الحسيات ممكن ممكن وعندك صداع آه ويقصدها غير معلومة السبب آه تبدأ ان ده بتعصب بتعصب وكل متعصبية دي نربطها بالحسيات مهمة جدا لأن في حسيات 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 واحدة جالها خطيب ومش عايزة كل ما تشوفه تعتص وتهرش لأ 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 وحسيات حسيات حسيات أول مراسمة عندي يا دكتور يعني حسيات من نشخ آه الحالة النفسية بتجيب لها حسيات الحالة النفسية بتجيب لها حسيات التوتر ممكن يجيب الإنسان 40 مرات مهم وممكن فيه أطفال صغيرين يدخل الفصل يشوف حد مدايقه ما يحلش حاجة في الامتحان خالص ويتشنج ويتعصب ممكن فيه حسيات 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 مهمة ممكن الحفاظة دي تكون سبب عصبية الطفل الرضيع ده والمزاج اللي عنده متغير ورفض الرضاعة ومتعكنل ومش عارف ينام عشان الحسيات اللي موجودة عنده مش عارف يحبر ولا عارف يشتكي أما عشان موجوع فبيبقى مقاريف من كل حالة يبقى واحدة واحدة كده حسيات الأنف مهمة جدا ليه لأنها الأنف هي البوابة اللي بتدخلني على الصدر وكذلك حسيات الأنف إذا أهملت توصني لحسيات صدر مهمة قوي إن أنا أفرمل حسيات الأنف ليه؟ لأنها أغلبها 80% بيجي منها في محارة الطفولة يبقى عنا لو أكشفناها يا بدري أنا ممكن أنقل الطفل ده اللي يسقف حسيات صدر بعد كده ورابه إيه الأسباب بقى زي ما حضرت تفضلت أنتوا ما شاء الله وقلتوا بكلام جميل جدا إنه فيه أتربة وفيه خمسين وفيه جوه الأتربة فيه حبوب اللقاح ودي مهمة جدا في الربيع وممكن بعدين 40 نوع من حبوب اللقاح في الشهر الواحد واحد اتنين إن الأتربة مش معقمة معنى كده يبقى مدام قلت لك الأتربة مش معقمة يبقى أنا لو دخلت البيت يبقى يستحيل حسلم على ولاديه ولا أحضنهم ولا حقعد معا حد في البيت ألا مغير كل ملابس اللي كانت بره واحد مش بس كده ده كمان حستحم وكمان لازم الشعر يتقسل كويس قوي ستات ورجال ليه بقى؟ عصد حبوب اللقاح مش حلاقيها كده زي ما احنا فاهمين لا تحبوب اللقاح تسقط على الجلد وتسقط على الشعر وعلى الحواجب وعلى الشنب يبقى أنت الوقت هتدخل البيت وغسلت وشك كويس جدا بس ماستحمتش وانت يعني مغسلتش رأسها وراحت نايم مع السرير وابنها في حضنها تم شعر كله مليان حبوب اللقاح والوضع عمال يبقى هتدخل حبوب اللقاح تعمل له حسيت أنف أو عين أو صدر أو جلد واحنا مشجرييني ازاي تمام احنا بيبقى تركزنا في أن احنا منعنا الأمر ده عن الطفل مش أنه كمان المحيطين به هم كمان يعني غسلوا كل حاجة مطرح كمان بقى كمان من ضمن الحاجات اللي بقولوا قص دوافرك طب أنا ما قص دوافرك لأن ده تحت الدوافر ممكن بفترة بعد كده كمان أنا يوم حبوب اللقاحة ما تيجي أو يوم مثلا العصفة ما تخرجش النهاردة لو تخرجش ما تخرجش طب بقولوا لو خرجت أخرج بقى بحذير هتعيني مثل كمامة يبقى الكمامة ليها فوات كثيرة جدا مش بس الكورونا لا ده أنت هتلبسها تاني لسه لسه معنا الكمامة طويلة هتلبسها عشان التراب اللي برة عشان حبوب اللقاح اللي برة عشان العطور اللي برة عشان البخور اللي عملوا فين عشان همر قدام قهوة وقدام اللهوة فيها شيشة وأنا خايف أمر قدام الشيشة ويجساد يقفل يبقى مهم أول يبقى فيه كمامة بعد الكمامة كمامة نظارة كبيرة نظارة كبيرة لأن حبوب اللقاح وعلى الأطريق بحطة الخنطرية العيني بعد كده بقى وصلت البيت وصلت المدرسة وصلت الجامعة وصلت الطفل الصغير علموه إزاي يخسل وشه قبل ما يشتفل أي حاجة بعد كده كمان أنه هو يغرغر طب ليه؟ فيه اطراب دخل هنا يبقى لازم أغرغر عالمهم الغرغر المرحلة عمرية بيعرف على قدر الإمكان علموهم واحدة واحدة علموه إزاي يخسل منخيري يقول لك أنا بتوضي مش كفا فممكن يشربوا ميا اللي ما بيعرفش يغرغر ممكن يشرب ميا بس غسل الأمف لان تخسل الأمف كويس جدا دي واحد ولازم أسمع شوتك وانت بتستنشق ده بينظفك الأمف كويس قوي وما يوفي فيش إفرازات ولان تشرب مياه كويس قوي فترة غير رمضان أو كده لان لما تبقى المنطقة دي بتبقى نشفة جفة هتخلي الإفرازات تبقى قعدة شوية أما تقعد شوية هتبقى العملية مش حيوية يبقى لازم يغشرها المخاطف يبقى ده هي حيوية واحد اتنين لو هي جفة بتتفتح بتتشقى أما بتتشقى هتدخل أي حاجة سبب حسيات يبقى دي واحد حاجة بعد كده برضو العين الرموش هتدخلي طرابه هتدخلي حبوب اللقاح عملنا نضافة بشكل عام دي كلها بتفيدني كتير قوي الراس بقى عشان الراس بقى فيها الشعر ده وحبوب اللقاح والأتربة وفطريات وعندنا حطها على المخدة وييجي حد على المخدة دي وييجي واحد جنبي بعد كده بقى من ضمن الحاجة الرهيبة اللي في البيت اللي بتعمل حسيات في الأطفال ومحد بشي واخد بره منها الددخين يقول لك أصلا بدخن بره مش كفاية بره وجوه ما تدخنش ولا بره ولا جوه ليه بقى أصلا ملابسك فيها بقايا تدخين ما فيهاش رياح أي ما فيهاش رياح بس المواد اللي بتعمل حساسية من التدخين من التابغ والشيشة هتقعد عليك حوالي أسبوع على ملابسك وممكن تقعد على جلدك ثلاث شهور ليه درجة دي حتى نوم مش ريح مفيش رياح أديوح سوى ثلاث شهور هيكون غير أكيد أنا مولك على جلده هيكون تدوش يعني أكيد طيب زادت دي بيحصل بيحصل واحد عايش في الصحراء ومش عارف إيه بتعملها أستاذ الحركة إن احنا نقف هنا بس ونشوف عرض معلوماتي عن مسببات الحساسية وكيفية تجنبها ونرجع تاني نكمل مع دكتور مجدي وتفاصيل أكتر عن العرض اللي هنشوفه دلوقتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شفنا مع حضراتكم كل هذه المعلومات الخاصة به الحساسية أو مقاومة حساسية الصدر عند الأطفال خلينا نعرف من دكتور مجدي برضو إزاي إن إحنا نقدر إن لو إحنا أصلا مش عارفين طيب الكلام ده لو إحنا عارفين إن الطفل عنده حساسية صدر اكتشفنا أو كشفنا أو غيره لو إحنا مش عارفين أو شكين هل في تحاليل معينة دكتور ممكن متفاهمة أكيد أكيد أمو أساساً في السنة اللي هو لسه ما بيعرفش عرض أول قبل ما نوصل التحليل وقبل ما نوصل شوف بس الأعراض الموجودة عنده ونشوف البيئة بتاعه تخبرها إيه أصلا هو لسه ما نظهرش عنده حاجة بس أبوه ومه العيلة فيها تاريخ أسري بالحساسية العائلة كلها في الحساسية فبقى أنا خايف عليه خايف عليه من أول يوم هي ممكن تبع حاجة متواردة؟ وممكن تعمل تحليل الطفل لسه مولود وتلاقي عنده ميل حساسية عالي جداً جداً ليه؟ لأنه بطن أمه تعرض لمساوبات الحساسية تعرض لمخلفات التابق أمه حامل فده والد جاهز معرض أنت بقى ده حيفدنا في إيه إن أنا ممكن بقى أفرمي للبيئة يبقى أنا لو خلدته العمر يقعد في بيئة ما فهاش تدخين خلاص أنا مش هدخل في ربه ولا حساسية أنفه وكذا لكن هو اتولد عنده استعداد والبيئة عنده وكمان واخد وراسة من أمه عندها يجين ولا حاجة عائلاته يبقى هذا كله حيفرق معي كتير جداً الحساسية معادلة واحد استعداد وراسي اتنين تعرض بيئي تلاتة جهاز مناعي التلاتة قدر ألعب فيهم أيوه ألعب فيهم والله هل يشح عليك قولهم تادي كده التلاتة الوراثة والله إنت لو مصامم إنت عارف إنها عندك حسية وإنت عندك حسية وعرفته وحتتجوزه بس يبقى عارفين في واحد يقول لك لا أنا مش هتجوزه خلاص بقى أنا خايل خلاص برحتك بقى اتنين البيئة وحنا عرفنا إن الولد والد عنده استعداد لحسية عشان أجداده وأبوه وامه وهكذا أغير البيئة أغير البيئة أسمع كلامي لأروا لك عليه تلاتة بقى الجناعة منعة بتاعتك أصلا هو تولد عنده استعداده راسي وعنده تعرضه البيئة بس منعته خربت خربت إزاي أصلا هو خد مواد من اللي بتهبط الحسية بيستخدم أدوية بمزاجه اعتباطا ويكررها زي المطد الحيوة تكرار المطد الحيوة فترة الرضاعة وأول سنواتين من حياتي بيدمر البكتيريا الصديقة فميدمر البكتيريا الصديقة أتحرم من البكتيريا اللي بتديني رفع للمناعة وبتمنع للحساسيات ويخل البكتيريا تضارة تيجي وكل ما أخه منطد حيوي كتير أغرب من الحساسية أكتر في المستقبل طب هو في حاجة تانية دلوقتي يا دكتور بينما نحرج بتقوله منطدات الحيوية ونفس الحكاية بالنسبة للحساسية الأدوية اللي فيها كورتيزون أكيد ما حدش تخدمها خالص دي قلة في المستشفيات وبفترة محددة وبتركيزات محددة وبأمر الطبيب ولا تقرر ما هي مشكلة في حاجة ما بيكرروها ساعات كتير بيبقى الطفل بيكح بنسبة عالية جدا الأدوية الخاصة بالحساسية العادية جدا ما بتجيبش النتيجة ما تضطر أنك تلجأ بقى لأعلى سقفة عندك لا بص بقى حضرتك أنت لم تعرف هو جات له حسية ليه وامتى وكل سنة امتى في النهار ولا في الليل والساعة كام مع التقلبات الجوية مثل وشوات التراب اللي كان اللي من اللي فات يبقى نحلي بقى تلاقي ناس كتير خلص الحساسية عليها ما تخرجوش مش هنخرج اتنين مش هنكنس قدامه تلاتة حنمسح كل الجبة والأسطح خلي بالك الغبار سيدخل لكم من تحت بزبط حيتسل المرفراغات ما تشوف أي فتحة ما عرفش إيه افتح الباب فتحة صغيرة قوي مش على مصرعيه بعد كده كمان المهمة أول كم برضو الأطفال دول أن نعلمهم الغسل والحاجات دي واللعبة بتاعته اللعبة اللي فيها فره واللعبة اللي فيها ده بجيب بيوب مليانة الحاجات دي كلها وبعدين كلما الطفل اتعرض أكتر لما يسمى لحشرة الفراش اللي احدا مش شايفينها أصلا الناس مش عارفاها وسبعين في المئة من اللي حسيات بسببها لها موجودة في اللعبة الفره والمخدات والمراتب والسجاجين الليس موجودة مثلا في بعض البيوت وشلوها بعد الوقت شيلوه شايفين والستيري الأديمة وفوق الدواليب والتبلوب تاع جده البحش اللي حطينه ووراقة ربا مليانة وتحت السرير والصحارة اللي بليانة حشرة الفراش عمالة وتشتغل بالليل وتطلعنا 32 مادة تعمل حساسية وكلما الطفل اتعرض لها في أول سنة تزود نسب الحساسية عنده في الربو خمس مراب بعد كده في المستقبل لما يكبر تيه حاجات من عرفت بها سهلة جدا يبقى نظفه وهوه وشمسه والمخدر تغير والمرتبة كل يوم تتشمس ومنجبش المخد غالي ومرتبة غالي عشان كل شو هي غيرها الحاجات دي بتفري معنا رب تتكلم كمان في اين المخد نفسها تتغير الجرام الواحد من التراب اللي في البيت بيبقى فيه ساعتاشر ألف حشرة فراش ودي بتقول ني بتطلع 32 مادة يبقى المرتبة بيكون فيها ملايين وطول ما نراهم الجلد بتاعه بيتحك بطلع واحد جرام الجرام ده يكفي ملايين من الجلد بتاعه ده تغزي حشرة الفراش طلع اللي مادة بتعمل لحسية أعطس أو يجيل أنف أو صدر كل حسيات والأطفال المساكين دول يبقى دي برد قلت بردو حاجة تانية عشان الأتريبة الأتريبة احنا لو عملنا الحاجات دي كلها ومنعنا الدخول ودينا بقى بعض السوائل الطبيعية والعشاب الطبيعية ومعرفش طب الدنيا حلو قوي بس لازم تربطي إنت بتجيل لحسية طب هل قبل ما تيجي الساعة يعني لو استبقنا خطوة كده لو قبل ما تيجي الحسسية أصلا هل في حاجات لو إحنا زي ما حضرتك قلت عندنا استعداد وراطي وعندنا النقطة التانية اللي هو البيئة ممكن ما نتحكم في كل حاجة فيها يبقى فاضل المناعة بالنسبة للأطفال لو إحنا عايزين نلحقه قبل ما تجيله إيه اللي ممكن نعمله علشان تزود المناعة احنا قلنا مش هناخد الأدوية ألا بأمر الطبيب المتابع اتنين لازم اعترف أن أغلب أمراض الأطفال الخمس سنوات كلها فيروسات وحتخف لوحدها عشان مناعة كويسة يوم ناخد منضط ضحية وليه قل له ما عرفش بيقوم منضط ضحية ايه ده العالم كله اعترف أن فيها فيروسات والناس كلها بتخف لوحدها يبقى لازم بيمنعاتنا الجيدة تلاتة أني لازم أننا من الأول أنت مدام بيتي حامل من الأول يبقى أنت مش حدخاني هو مش حدخنه ولا حماكي ولا أبوكي ولا 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 مش حدخنش حدخن قدام الستيلي لأنها دخلت مشروع جواز ومشروع أغير اتنين أن هي لازم كمانات تغزى كويس تلاتة بقى أما تولد لازم تردع الرضاعة الطبيعية بتعزز المناعة اللي بتقي بعد كده من الحسيات بعد كده إياكم من الحاجات اللي بتنمع الطفل اللعب الفر والدباجيب مش عايز ولا قطة ولا كلب ولا 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 أما الطفل يمشي يحبو يحبو في البيت وكلام ده خلي بالكو أنه ممكن يروح الحمام والحمام فيه فيه شوية مية فيه فطريات والفطريات لها دور مهمة جدا فيه حسية الأطفال خلي بالكو من المطبخ المطبخ ممكن فيه قمامة والقمامة دي السلة دي ميكون مفتوحة وحتعمل لي مشاكل أصلي كمان فيه سراصير عند الجران سراصير حتى على بعد خمسين بيت السراصير اللي عند الجران مش وكلي عليناها السراصير عند الجران هي ممكن تعدي علينا وأنا أشمها اللعب بتاعها والجلد بتاعها أو هي ما تموت وتروح جاية طائرة يبقى السراصير في أي مكان بتزود الحسية ونسبة حسية السراصير في الربو في الأطفال في مصر 19% 19% من الربو بتاع الأطفال في مصر سراصير 19% في أمريكا 26% طبعا لابتقاء شر الحشرات هيبقى فيه بعد كده مبيدات ومبيدات هتزود الحساسية الهند 30% وأفريقيا 30% نسبة كبيرة جدا والسراصير موجودة وناس يبطل عندها حسزير السراصير يقول لي جاتني ما عندي بس من كمون بجران بقى أو الزبالة البرة ودنبر الشارع فيه كمان فيك حسية مشاركة بين السراصير وحشرة الفراش وفيه كمان في حسية بقى مشاركة بين حشرة الفراش اتنين يبقى انت قلتلي عمل ايه هتمنعه بقى هتمنعه من مش قادر البيئة من الحاجات اللي هي دي واحد بعد كده كمان سهل جدا ان انا هحط الحاجة في الشمس الشمس اتموتها متحط المرتبة كل يوم ولمخدى وهاتي المرتبة الخيس ونتقردش ليها واحد عشان كده دايما بتقول ان هو الشمس ضروري تدخل البيت جدا 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 من ضمن برضو الحاجات التانية اللي انا لازم الطفل ينفو حضن أمه ده مهم أول سنة برضو الحالة النفسية الحالة النفسية حيانا بتأثر بعد كده ان انا لازم برضو اشوف البأكلات اللي بيأكلها واربطها والله قوليلي ايه حصل والله احنا كل ما عملنا الكنافة ام جسد الهند ومعرفش ايه والمكسرات حصل طب وقافي جسد الهند اسبوعين ونشوف طب وقافي عشان احنا خلاص وقتنا بينتهي لكن انا عايز اسأل حرارك سؤال سريع جدا كده اللي بيبقى عنده حساسية من بعض الأكلات تلاقي المدرسة القديمة هنمنعها هنمنعها فترة بستة شهور ممكن سنوات وبتعيد برمجة الجهاز المناعي ما هو لا اللي حصل ايه مدرسة القديمة يقولك ايه طب جرب كده كل كم شهر ادي له مثلا لو عنده حساسية من الموز ادي له موز شوف هيحصل حاجة ولا لا انا هنمنعها ستة شهور على الال على الال وحنعيد برمجة الجهاز المناعي هنقعد ندخل الحاجات دي بتركيزات بسيطة لحد ما نشوفها هيحصل ايه والله اذا بعد شهرين خف هندخلها ممكن نقعد اربع سنين مناعها مناعها تماما ممكن نقعد اربع سنين بس هيخف يوم ما اقولك دخلية تانية خلاص بحبت اكد ليه خطوات دكتور مجدي بدران عضو الجماعية المصرية الحسية والمناعة في الحقيقة هو الوقت خلص بسرعة جدا ولسه عندنا اسئلة كتير جدا لكن دايما الوقت هو يعني من ضمن الاعداء البارزين ان شاء الله لكن رمو من جزيل الشكر على خضرهم تفاعلوا ان شاء الله الله يخل الله كل سامس طيبين جميعا نخرج لفاصل قصير مشاهدينا ونرجع بعده نكمل باقي فقراتنا في هذا الصباح